شكرا لكم نظرا لوجود شبهة جنائية واتهام أحد أقاربهم في الواقعة بوفاة شقيقهم وإحنا دلوقتي مع حضرتكم مع شقيقات المتوفي عايزين نعرف مع حضرتك التفاصيل الكاملة حول الواقعة حضرتك أعرفي بنفسك وتفضل اتفضل حضرتك أنا أخت محمد المشهور بحمه حضرتك أقول لنا تفاصيل الواقعة أزاي أنتوا يعني لقيتوا أخوكم يوم وفاتوا واللي حصل بالظلط إحنا كنا قاعدين في البيت وبعد كده أختي جات بقدت تصوت وكده وإحنا جرينا لقينا أخونا في فرشته نايم وفيه إصابات كثيرة فيه في خد الشمال فيه في خد الشمال كدمات وفي راسه من وراء فيه خطة وكدفه اليمين أسود وفيه ضربة برضو في الرقبة وإيديه مغموتة كده وفيه الأسود وجرح في رجل الشمال تمام وبعد ما لقينا الحاجة دي بقينا نصوت والناس الجيران تلمت وكلها حوالينا وكده وبعد كده جوا أحد أقاربنا وقالوا لازم توديه الدكتور بعد كده بعد الدكتور قالوا وحينوديه للوحدة تمام أخذوا العربية وراحوا به بس حضراتكم لحد الوقت ميكونتوش شكين في أي حاية آه ميكون شكين في أي حاية بس نحنا برضو من الكدمات اللي في الجسمال يعني بتاعه نحنا شكينا برضو إنهو فيه حاجة يعني مش حكاية ميت كده يعني لله يعني إنهو فيه كدمات يعني ظهرة فيه وبعد كده اتجهنا أخذوه بقى الوحدة المحلية على الوحدة الصحية لقرية الجعافرة ودوه هناك بالعربية وبعد كده احنا طلبونا وروحنا وقالوا لنا دي لول طلعنا عند طلعنا الوحدة وقالوا لنا دي أصلا شبهة جنائية بعد كده طلعنا فوق وكده استجوبونا يعني وكده وقالوا لنا دي حيطة مش دي حيطة مش شبهة جنائية إن الحيطة وقعت على أخو الحيطة وقعت على أخويا بس هي الحيطة موضعتش على اخوي على فكرة. هو هل في حيطة عنده حضراتكم لقيتوها فعلا وقعة ولا هما بناء على ايه قالوا ان حيطة وقعة? وعلى بناء ان احنا عندنا حيطة كتير وقعة بس مش وجعت ولا الجناة تحتيها اصلا. ده الكلام ده غلط خالص. ام. لا احنا الجناة ميت على فرشته جوا داخل اوته. تمام. وبعد كده لما توجهنا للوحدة قاله اول حاجة قاله احنا بلغنا الدكتور الدكتور الوحدة بلغ. وقال دي شو بها جنائية. وبعد كده قال لنا بعد كده بعد فترة قالوا لا ده قوله حيطة. ام. بعد كده اه لما قلنا حيطة انا رحت انا وقال لنا حشين الوحدة قال لنا الكاميرات ظهرت اه الكاميرات ظهرت ان ده مكتول وكده. بس قالت ال اه قالوا ده بعد كده قالوا حيطة ما قالش نشيبها جنائية. الاول قالوا نشيبها جنائية بعد كده قالوا حيطة. حيكون طبعا وقتها وقت الوفاة اللي هو منذ شهر ما يقرب من شهر. ايوة. اه كنتم مش في حالتكم. طبيعية اه. طب و بعدين بقى. صراحة طبيعية احنا. احنا مخضوضين عشان كنا شايفين محمد بالليل كويس وكل حاجة. تمام. وصبحنا الساعة يعني سبت الجمعة. جيناها ميت في فرشة الساعة خمسة ونص كده. تمام. وعشان كده كنا في حالة في حالة زهول خالص. تمام. حضرتك قولي الاجراءات بعد كده تم دفن الجسة. اه رحنا الله ما اصلاح على النبي رحنا المركز. ام. واخدوني معهم المركز انا. ام. وروحنا هناك برضو. قالوا لنا اقولوا حيطة. ام. وبعد كده. اللي هو ابن عم حضرتك. ابن عم حضرتك. قال ليقولي حيطة. وبعد كده رجعنا رجعنا من المركز. رحنا النيابة برضو ومضينا على هذا الاساس. على الاساس ان هي دي حيطة. تمام. اه ودانا التصريح وزينا قالوا لنا الدفن خلاص. اه. طب اللي خلاكم تستعجدوا في اجراءات الدفن. هو اخو حضرتك اه الدفن اه قبل الفجر تقريبا. اه ساعة تلاتة. اه. هو قال لنا قال اه اصلا اه جدت الميت كانت فيحة في في الوحدة. عشان كده قال اكرام الميت دفنه. تمام. وجاء بجاء هنا جبناه البيت وغسلوه كده. تمام. وبعد كده ضرعوا بالدفنة ساعة تلاتة. تمام. وتعمل كان مستعجل. اه. وبعدين طيب. وكان مستعجل عليه. وبعد كده اه جاعدنا بجاء ونفكر وجاء الحريم تعزينا وكده. ام. بعد كده الحريم كل ما تجد تقول لنا داتي مكتول. ده ما اخوكم مكتول. اخوكم ده ما عرفش ايه. ضربة عربية. واخوكم مش عارف مين ضربه في البيت او برة. احنا مش عارفين. وبعد كده توجهنا للاتوجهنا الى المركز عشان نعمل اه بلاغ. اه. لأ ده خلاص بعد. اه بعد الدفنة اه بعد الدفنة ايوة. بعد الدفنة قررنا ان احنا نتجه الى المركز. ام. ننجدم اه اه بلاغ. ان ان اخوي بكتول متوفي في شبه جنائية. تمام وبعدين بقى. وبعد كده راح اروحنا احنا واخواتنا كلهن اشتكينا 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 يعني. اشتكيتي مين اللي وجهتون الاتهام تحديدا. هو ابن عمي. تمام. اه. ليه بقى? لان هو كل تصرفاته كانت اه صراحة تدل على هذا. تمام. كده كلام الناس برا. طب والاقاويل او التداول الكلام اللي هو اكلمكم قلوكم اني اخوكم توفى في ايه بالزبط بس كان كلام ودي بينكم بسبب اتهامه. يا جلنا هي حيطة ما ما جلناش اي حاجة تاني. تمام. اه طيب بالنسبة لي هو حضرتك مش بتقولي هو واخد كدمة. اه. وكان بلغ اخت حضرتك بمكالمة هاتفية بس دي انتو توجهت بها لنيابة. ايوه. لو حضرتك تعرضي علينا المكالمة بالزبط. يعني ان هو قال لها ايه بالزبط? اني اخوكم مات ازاي بس اه يعني. ايه هو جلنا اخوكم ده مات اه في حفرة عصار. اه اه صفوله دمه على على البيرة. تمام. بس رفض اه اتلاق باي معلومات. اه رفض اه باي حاجة يدل على هذا. وتوجهتوا لي بشكوى رسمية. اه انا على مكالمته دي. ايوه. تمام. ايوه. تمام. وبعدين حضرتك يعني حالة الجثة وصف حالة الجثة اثناء اه دفنها. اه هو لما جاء من الوحدة عشان التكيف اتطفى في الوحدة المحلية اه الوحدة الصحية. اه اتطفى التكيف. والجينا الريحة فاحد. وهو اول ما جاء بالدفنة قال دي الريحة فايحة. نازم نغسل دلوقتي. وندفن دلوقتي الساعة تلاتة. اه. مستعجل كان على الدفنة خالص. تمام. اه كامل مع حضرتك. اتفضل حضرتك. مستعجلين? مين اللي استعجل بالزبط على الدفنة? ابن عمي. تمام. وبعدين طيب. وبعدين يعني اه جامت مشكلة وكده ويعني مش عاوزين انا نشوف اخوله لو اخر لحظة. انتو ما شفتهوش قبل ما يدفن. لا. المفروض احنا. المفروض نشوف يعني اخر شوف نشوفها يعني. تمام. يعني امه وكده وخواتي يعني. وبعد كده جام اه شكل كده وضلعوه بره وبعد كده اخوي اخضوه ودفن. والدفن. تمام. بعد مشكلة يعني. بعد مشكلة حصل. طب وبعدين حضرتك اصلا اخر لقاء كان يجمعكم باخوكم كان الساعة كامل. اخر لقاء شعة واحدة. اه. طب حضرتك لما جيتي انتي مسلا اتهمت ابن عمه هل نظرا ان هو كان بيخرج معه كتير ولا ايه السبب بالزبط? لا اه. 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 كان بيخرج معه كتير. ام واض. اه. هو كان يعني. ما نوش اصلا دعوة به يعني. يعني بش هو عشان تفسر منا يعني. تمام. ولكن الاستعجال بتاعه اللي دفني الجثة هو كان سبب اتهام. ايه. تمام. انتو حضراتكم قررتوا بقى احكولي بقى وقت قراركم انتو تتوجهوا للنيابة العامة عشان تقدموا محضر رسمي اه باستخراج جثة اخوكم. اه. بتوجه نحنا للمحام العام في عصوان. اه. رحنا قدمنا شكوى هناك عند المحام العام وهو يشكر برضو وقام بالواجب. اه معنا. وقررنا ان انا قرر لنا في النيابة تشريح الجثة. تمام وتم استخراج الجثة. تم استخراج الجثة ايوة. تمام. واحنا رحنا اتجهنا برضو للترب. اه. كنا معهم هناك صراحة في المقابر. اه. 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 وحضرنا يعني النيابة. هما شرحوا جوه وكده واحنا كنا واقفين برا. برا التربة. تمام. اه. في انتظار بقى قرار. قرار طبيبة الشرعي. تمام. طيب بالنسبة اه بقى حضراتكم خلاص تم طبعا اه تم استجواب جميع المتهمين من حول الواقعة. ايوة. ايوة. اللي هما كانوا مين لو نعرف مشاهدينا في الواقعة. هو كان اه محمد سليمان. كابن عم حضرتك. تمام. وفي اه ناس كتير يعني. تم اتهمهم حول الواقعة. اه. تم اتهمانهم برضو هو. تمام. هو كان منهم. بس انتو حضراتكم اللي خلاكم ان انتو تشكوا. طريقته بس طريقة ابن عموكم فقط. ولا اللي خلاكم تشكوا ان اخوكم ميت. مقتول. اه. الحالة اللي كان هو اخوكم فيها. هي برضو الحالة اللي كان فيها. اللي هي حضرتك بتقول انه هو. اه. اه. والضربات في في رجبته وكدة. واللي في رجله احنا صراحة شكنا فيه على طول. تمام. ان هو عشان خطر يعني هو اخوك اصلا ملوش اي مثلا مش بيتخانق مع حد او. اه. اه. اه اه. ملوش دعوة. اه. اه. احنا حد الامة هنا. اه. 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 في البيت لامة. اه. 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 ويروح تمام انتو بقى قراركم برضو كان قرار شجاع جدا بالتوجه للنيابة حضراتكم برضو لو تقول انت هل قررتوا مع بعض وتوجهتوا يعني لو تحكوني مثلا التفاصيل حول الموضوع ده احنا صراحة قررنا ان انا هو اخواتي احنا ناخد لحجه لمحمد وروحنا توجهنا للمركز وبعد كده المركز حولنا عن النيابة صراحة دعموا بالواجه محاجد اسجسر معانا صراحة